السلام عليكم وأهلا بكم وكل سنوطيبين بمناسبة عيد الأطحى المبارك لو أنت من المتابعين على القناة بتاعتي أكيد سمعتني وأنا بقول إنك لو تعرف الباور كويري والباور بيفوت فانتك تقريبا معاك تلتين الباور بي آي النهاردة هنشوف مثال هنستخدم في الباور بي آي عشان نعمل أناليسيز لتابل موجود فيه داتا كتير قوي هنعمل له أناليسيز بالكامل على الباور بي آي وهنستخدم حتة صغيرة قوي باور كويري فلو أنت متعرفش حياة خالص على الباور كويري عندك اختيارين يا إما ترجع لسلسلة من السلسل الموجودة عندي مبادئ باور كويري أو باور كويري متقدمة ممكن ترجع للاتنين أو ممكن تمشي معايا خطوة بخطوة وهتلاقي الموضوع بسيط وهنستخدم باور كويري وبعد كان نكمل للنهاية خالص على الباور بي آي كمان الفيديو ده ممكن يعتبر مقدمة كافية جدا ليك إنك تبدأ تتعامل مع الباور بي آي وتطلع به منتجات معقولة جدا وعشان تبقى عارف احنا بنشتغل على الباور بي آي ديسك توب ده الابليكيشن نشتغل عليها ودي موجودة على موقع مايكروسوفت ببلاش يعني ممكن تنزلها أي حد ممكن ينزلها من موقع مايكروسوفت ببلاش عشان كده في صندوق الوصف هسيب لك لينك ممكن تستخدمه عشان تعمل داونلود للابليكيشن قبل ما تبدأ تشتغل معايا كمان هسيب لينكات على سلسلة باور كويري المتقدمة وسلسلة مبادئ باور كويري وكمان سلسلة الباور بي فوت يلا بينا بسرعة نبص على المثال وبعد كده نروح على الباور بي آي ونبدأ نشتغل مع بعض ده الاكسل وركبوك اللي عليه الديتا بتاعتي عندي تلات تابات كل تابعة تمثل سنة 17 و 18 و 19 والديتا كلها زي بعض بتبدأ بالتاريخ بعد كده الكاتيجري البرودكت السيجمنت الريجن وعندي الكونتي والنيت سيلز كمان عندي فايل تاني مستقل في تابة واحدة اللي هي عشرين عشرين و هنشوف في اخر الفيديو لما نزود دي على ادتا الاصلية ازاي ان كل حاجة سيحصلها رفلاش بشكل اوتوماتيك المطلوب اني اوصل لباور بي آي ريبورت زي اللي قدامنا في الشكل ده فوق خالص فيه تايتل بيقول ان ده تقرير المبيعات لسنة 2019 و بعدين على الشمال عندي سليسر اول حاجة فوق فيه سليسر مختار منه السنة مقداش اختار سنة واحدة بس كل الريبورت بيتغير بما فيها كمان التايتل لو نزلت تحت على الشمال حلائي بارد شارت البارد شارت ده بيخليني ابوص على المبيعات بالكاتيجري بايكس كلوزنج واكسرز و هكذا واحدة بتقسم مبيعات بالسجمنت بيزنس و كونسيومر والتانية بتقسمها بالريجن او بالمدينة يعني القاهرة ابر ايجيبت اسكندرية القنال و هكذا كمان عندي الديلي ترند او الديلي سيلز موجودة للسنة اللي انا مختارها الفيجولز قدامنا دي كلها انتراكتف بمعنى ايه لو اختارت هنا بايكس الريبورت كله هيبص على بايكس نفس الكلام لو اختارت سيجمنت معينة بيزنس يبقى الريبورت كله هيبص على بيزنس لو اختارت ريجن معينة نفس الكلام الريبورت كله هيتغير وممكن اختار من اكتر كمان من فيجول بمعنى ايه ان انا ممكن اختار بايكس هيقسم لي كله بالبيكس لكن سأضع كونترول وأختار كمان كونسيومر يبقى كله باصص على بايكس و كونسيومر ممكن كمان أختار أليكس يبقى كل حاجة باصص على بايكس كونسيومر أليكس نساعة 2018 كمان فيه إمكانية أن أعمل دريل داون لحاجة زي البايكس دي لو قفت على الزراير دول ممكن هنا أختار حاجة زي الساهمين التحت دول فيعملي بريك داون بالبرودكت بدلا من أن كنت باصص بالكاتيجري ومازال الفلتر شغال معك بشكل ممتاز هذا ما أريد أن نفعله مع بعض بالدتالة الموجودة عندنا هيا بنا سنبدأ الشغل بفايل جديد خالص سأذهب إلى فايل ومن على الشمال سأقوله نيو سيفتح لي ملف Power BI جديد خالص وكما ترى دائما يبدأ باللاننج بيج أو السكين سوف ترى قدامك على الشمال ستأتي حاجة اسمها جيت ديتا ممكن أدوس عليها على طول سيفتح لي على طول حاجة اسمها جيت ديتا خد بالك إن جيت ديتا هي هي الـ Power Query جوه الـ Excel جوه الـ Power BI اسمها جيت ديتا سأختار Excel Workbook وقاله Connect سيفتح لي براوزر ويقول لي فين الفايل بتاعك هذا الفايل بتاعي سأقوله Open سيفتح لي الـ Navigator بالضبط زي الـ Power Query الموجودة في الـ Excel أدي الفايل بتاعي وأدي كل الشيتس الموجودة تحتيه سأختار أي واحدة وقاله لو سمحت Transform Data سيفتح لي Power Query Editor نفس الـ User Interface بالضبط الموجودة في الـ Excel وأدي الفايل بتاعي خد بالك هنا جاب لي 2017 لكن أنا أريد كل الشيتس مش أريد واحدة بس فلو رجعت على Source ستجد أدي كل الشيتس بتاعتك يمكنني أن أقف على Navigate وقاله Right Click وقاله Delete Until End وقاله Delete يبقى أنا كده رجعت تانين خطبة Source لو قفت هنا في ديتا في أي حتة فاضية على يمين كلمة Table وبصيت تحت في Preview ستجد أن ديتا بتاعتنا اللي نحن نريدها خد بالك إنه الـ Header مش Promoted يعني إيه؟ يعني عندي Column 1, Column 2, Column 3 أنا عايز أطلع دول فوق وأنا واقف على خطوة Source سأروح على فهم البار سأجد عندي هنا True ونل لو غيرت النل أو نادي الكلمة True وبعد كده عملت Check Mark ورجعت تبص مرة تانية ستجد أن حصل Promoted Headers كده أنت ممكن على طول تعمل Expand سأختار الـ Data Right Click Remove Other Colum مش محتاج بس غير الـ Column وبعد كده سأستخدم زرار Expand وسأعمل Uncheck Use Original Column Name as Prefix ودوس على أوكي قادي كل الـ Data بتاعتك الثلاث سنين موضين تحت بعض كل ما تبنيت دلوقتي أنت تعمل تشك على Data Type وتشوف إذا كانت مصبوطة أو لا Power Query يعمل لك بشكل أوتوماتيك وأنت مختار كل الـ Columns سأروح إلى Transform Detect Data Type كده خلاص الفايل بتاعك جاهز سأروح إلى Home على الشمال في الـ Excel كنت بلاقي هنا Close & Load لكن اسمها Close & Apply لا يوجد مشكلة تدوس على Close & Apply كده دلوقتي الـ Data بتاعتي حصل لها Loading على Power BI من الـ Excel فايل اللي كانت موجودة فيه أين الـ Data؟ أشوفها ازاي؟ تعال كنا نأخذ فكرة بصورة احنا نوقفين فين وفين هنلاقي الـ Data؟ أنا دلوقتي واقف على حاجة اسمها Report View طب عرفت منين؟ ستلاقي هنا فيه Message بتقولك Build Visual with Your Data كمان لو اذهبت إلى الشمال ولو عملت هوفر على إيقون من الثلاث الموجودين على الشمال أول واحد فوق اللي اوقف عليه مكتوب عليه Report View طب اللي تحتيه اعمل هوفر Data View هوفر على بعده Model View لو بصيرك هتلاقي هتلاقي مربع متحدد بي بوردر منطقة كده المربع ده هو الكانافيس بتاعك يعني أي visual هتعمله هيكون جوه الكانافيس ده أو جوه المربع الموجود قدامك على إيدك اليمين وانت على Report View هتلاقي كل الفيجولز المتاحة قدامك أي visual من دول ممكن تستخدمه لو حبيت تعرف اسم الفيجول هتوقف عليه بردر تعمل هوفر هتدى لك اسمه مثلا ده Stacked Part Chart اللي جانبه Stacked Column Chart وهكذا لكل الفيجول على يمين كده هتلاقي حية مكتوب عليها Data ومعمول لها فوقها سهم اخد بالك ديه مستقلة موجود فيها تابلز بتاعتك لو كبرتها هتلاقي هتلاقي قدامك التابل الوحيد اللي احنا حطناه لغاية دلوقتي اللي هو 2017 طبعا الاسم ده مش اسم مناسب كان فضى غيره من Power Query بس انا انسيت فممكن من هنا Right Click وقاله Rename وتعالى نسميه All Sales ولو حبيت اشوف الديتال اللي جواه او الفيجولز اللي جواه ممكن ادوس على الساهم اللي جنبه هنا هتلاقي اسامي الفيجولز المختلفة عندي مثلا Category والDate والNet Sales تعالى نأخد فكرة عن كل واحد بسرعة الCategory والProduct وقال الرجل والSegment كل دول تكست لغاية آب مما يوجد ثانيا لكن لو بسطة عينيت سيئلز وبهند ستجد توجد فيها الآيكون الذي يعمل مثل السيجما بإمكانك سيئل الممكن بإمكانك بما طريق الميادة أو عن طريق الـ سيئلظة ستجد見て الديتالي طريقه Calendar ويضع سهم طريق السهم سوف تجد فيه Hierarchy يعمل بشكل أوتوماتيك هذا الـ Hierarchy عندما وجده يجد فيلد وهو يعمل له هيراركي وهكذا يبدأ من تحت يوم القوارد كل ما نتكلم عنه ده نحن بصينا على الريبورت فيو طب بقية الفيوز تعال نروح على الديتا فيو الديتا فيو ادي تابل الوحيد اللي عندك و ادي الفيو بتاع الديتا ممكن اتفرج على الديتا نفسها طب الموضل فيو الموضل فيو زي ما انت شايف هلاقي التابل في شكل مربع كده ومش موجود غير الكولومز ولو زودت اي تابل هيزهر معي برضو في نفس الفيو ده وفي المكان ده برضو اقدر اعمل ريليشنز ما بين التابل صحيح مش نحتاجها النهاردة هو تابل ونعمل عليه ولكن لمعلوماتك ده المكان اللي بتعمل فيه الموديلينج و ريليشنز ما بين التابل تعال نرجع تاني على الريبورت فيو ونبدأ نعمل الريبورت بتاعنا بشكل مباشر الريبورت بتاعي بالكامل هيتكلم عن نت سيلز يعني انا هعمل تأسيمات مختلفة للنيت سيلز حسب الفيلز المتاحة قدامي فتعال على اليمين من ديتا نروح على الكلوم الاسم ونعمل كليك ونفضل ديسين وبعدين ندراج ونسيبه جوه الكانافس ماذا سيحدث؟ سيرسم فيجول بشكل اوتوماتيك والدفولت دائما هو الكلوم تشارت طب اكيد انا محتاج ان انا اعمل شوية تأسيمات مش عايز بس ان انا اخد التوتل في الكلوم واحد يبقى عشان اعمل تأسيمات ابدأ اختار من الكلوم الثانية اللي فيها الديمانشن او التأسيمات فبالنسبة لي مثلا ممكن اخذ الكاتيجوري وبرضو ارميه جوه التشارت ستجد اوتوماتيك اسملك بايكس وكلوذينج واكسسوريز وكمبونتز عشان الكلام مكتوب بشكل كبير والليبلز شكلها مش حلو انا عايز اغير هذا الفيجول مش عايز اخليه كولوم تشارت البرد شارت اللي هو موجود بالعرض مفيش مشكلة خالص وانا اختار الفيجول سوف اختار الفيجول واختار اللي قابله على طول اللي اسمه كلاستر بارد شارت سيروح على طول رسمه لك بالشكل انت شايفه بارد شارت والليبلز موجود بالعرض طيب انا كمان محتاج تقسيمة تانية انا عايز عندي 2 لابلز مش بس الكاتيجوريز انا عايز كمان البرودكت مفيش مشكلة اخد كلهم البرودكت وهروح ادور فين المكان المناسب اللي احطه فيه جوه الفيجولز تحت الاريا بتاعت الفيجولز وانت مختار فيجول معين هلقي عندي هنا الاماكن اللي بحط فيها الفيجولز المختلفة بمعنى ايه هنا هنا الواي اكسس وعندي الواي اكسس الواي اكسس ده اللي فيه nat sales والواي اكسس ده اللي موجود فيه الكاتيجوريز المختلفه علشان كده موجود فيه الفيلد الاسمه لو عايز تقسيمه تانية ممكن اخذ البرودكت وعمله drag برضو وانزل تحت الكاتيجوري وقوم باشوف الخط الرفاع الاخضر ده يعني انه هينزل تحت ميدي كده انفيجوجه يوجد سيدي المستويين وأول ما هستفعله هتبص على الفيجولز ستجد أربع زرائر ظهروا ودول بتوع الدريل داون بمعنى ايه لو دست على السهمين دول الريبورت بتاعك او الفيجول بتاعك هيتغير بدل مكان باصص على الكاتيجري بس بقى باصص على البرودكت ولو دست على السهم اللي باصص لفوق وده معناه دريل اوب هيترجع تاني على الشكل بتاع الكاتيجري فيه كمان سهم واحد باصص لتحت ولو دست عليه هيتحول الى دايرة سودة وجوها سهم ده معناها ايه معناها عملت دابل كلك سيقسم الحاجة اللي انت عملت دابل كلك تنزل وان لفل داون يعني الوقت انا كنت بدل ما باص على كل الكاتيجري لا انا الوقت اي باص على الكاتيجري واحد اللي اسمه بايكس وتقسمته كارجو بايكس مونتون بايكس تورين بايكس ورود بايكس ممكن اطلع فوق تاني واختار حاجة زي كلوزنج دابل كلك ايه دي كل تقسيمات الكلوزنج او ممكن برضو اطلع تاني وادوس على السهمين ينزلني لفل تحت يجيب كل البرودكتس بدل ما كان جايب بس الكاتيجري يبقى انا كده عملت اول تشارت او اول فيجول لكن محتاج اعمله حبة كستومايزاشن يعني مثلا ارى كل الريبورت سيبقى نت سيلز فمش محتاج التايتل يقول لده نت سيلز فممكن اشيله كمان مش عايز ال اكس اكسس انا همني بس ال واي اكسس فممكن اشيله خالص كمان ممكن احط ليبلز كل الكلام ده اقدر اعمله ولا مختار الفيجولز سوف اذهب على البين بتاعت الفيجولزاشن بدل ما انا مختار الحتة بتاعت الديتا مكتوب عليها واد ديتا تيور فيجولز لا ممكن اختار فورمات يور فيجول وهتلاقي زي فورشة كده لو دست عليها بقى عندك الابشنز المختلفة اللي ممكن استخدمها عشان اعمل كستومايزاشن للفيجول ده اول حاجة عايز اعملها عايز اشيل ال اكس اكسس فممكن اعمل اوف بدل ما هو اون فعلا اتشال لكن لسه موجود اللابل بتاعه فممكن افتح السهم بتاعه واختار تايتل ده واقول له اوف كده التايتل كمان اختفى محتاج اشيل التايتل من كل الريبورت فمفيش مشكلة هاروح على جنرال حلق حاجة اسمها تايتل اعمل لها اوف اتشال التايتل اللي موجود فوق كمان محتاجة احط ديتا ليبلز هاروح تاني على فيجول حلق حاجة اسمها ديتا ليبلز هادوس عليها حلق اللابلز موجودة قدامي كلمة بروك دي برضو مش عايزها دي موجودة في الواي اكسيز ممكن افتح الواي اكسيز واشيل منها حاجة اسمها التايتل فكده بقى عندي الفيجول معقول جدا لكن لو شيلت السيلكشن بتاعه حتلاقيه سايح كده وسط الكانافيس محتاجة حدده ممكن اعمل بوردور وممكن اعمل شادو انا هختار اعمل شادو فهختار تاني الفرشة بتاعت الفرمات يور فيجول وهروح على حاجة اسمها جنرال خد بالك فيه تو تابس هختار جنرال هختار افكتس ومن افكتس هختار شادو فكده بقى بارز لقدام ومتميز وسط الكانافيس طب عشان اميزه بشكل اكتر ممكن اغير الباكجراون بتاعت الكانافيس فممكن اختار الكانافيس نفسها المرة دي واروح برضو على الحتة اللي فيها الفرشة دي وحلاقي حاجة اسمها الوول بيبر لو اخترت الوول بيبر ده ممكن اختار الكالر بتاعها وليكن الرمادي اللي هو مش غامق قوي ده فيبقى فعلا باين الفيجول بارز بشكل ممتاز دلوقتي المكان ده ممكن اغيره هختار الفيجول واروح بيه على الشمال خالص مفيش اي مشكلة وممكن اقصره شوية صغيرين خد بالك لو اثرته قوي هيظهر السكرول بار ده فممكن افضل اطوله لحد ما يختفي السكرول بار وكده اعتقد السايز بتاعه معقول جدا وتعال يلا نبص على الفيجول اللي هنعمله بعد كده او الفيجول التاني الديتل موجودة في الفيجول بتاعنا دي كلها بتاعت التلات سنين يعني انا باصص كده على اجمالي ثلاث سنين مع بعض وطبعا دي حاجة مش مظبوطة قوي انا افضل ابص على سنة سنة فعشان اقدر اقلب ما بين السنوات هحتاج حاجة زي سلايسر سلايسر ده موجود فين روح على الفيجول هتلاقي هنا كده حاجة زي تابل وجواها فلتر هو ده السلايسر فممكن او انا واقف في اي مكان فاضي في الكانافس اختار السلايسر فهيعمل لي بوكس هوا حطولي فوق على الشمال ممكن اجيبه قدامنا هنا عشان نبدأ نتعامل معاه وداني بلاس هولدر فاضي عشان ابني فيه السلايسر السلايسر بتاعي عايزه يكون بس بيختار السنين فطبعا هروح على الفيلد اللي اسمه ديت وهاختار من جوه الهياركي الديت هياركي ده هاختار الير واروه احطه جوه السلايسر عندي ثلاث سنين 2017 2019 والدفولت اللي بديني سلايدر بس كده اختار منه السنة يئما سنة واحدة يئما سنتين يئما ثلاث سنين لكن ممكن اغير في الفورمات بتاعه زي ما انا عايز فانا مختار السلايسر هروح برضو على فورمات الفورشة دي وحبدأ اعمل شوية اختيارات اول حاجة سلايسر سيتنجز هاختار منها السلايسر اوبشن او سلايسر ستايل فممكن اختار على طول دروب داون فكده بقى عندي دروب داون ممكن اختار السنة اللي انا عايزها كمان ممكن اصغر السلايسر لاني مش محتاج كل ده طبعا واضح من دروب داون اندي سنين فمش محتاج اللي بيقول يير هروح على فيجول وقاله والله مش عايز السلايسر هيدر فكده ممكن اصغر شوية كمان اعتقد كده الدنيا ظريفة خد بالك ممكن اختار سنة اول ما هختار سنة بص على الفيجول كده اختار سنة واحدة او اختار سنة تانية او سنة تالتة وممكن كنترول واختار سنتين مع بعض او ثلاث سنين انا بصراحة شايف ان الافضل اختار سنة واحدة وده بيتحولك برضو الاسلايسر وانت مختاره هتروح على فورمات يورفيجول تاني هتروح على سلايسر سيتننز وهتلاقي اسمها سيلكشن هتلاقي حاجة اسمها سينجل سيلكت لو اخترتها هتلاقي دروب داون بتاعتك دلوقتي بقى ممكن بس تختار فيها اختيار واحد وهتلاقي حتى الايكون اتغير او الشكل اللي جنبه اتغير بقى دوائر بدل مكان بوكسات او تشك بوكس بقى البطنز دي فممكن تختار اختيار واحد فقط الفيجول دا بالنسبالي جاهز فاضل بس ان انا ادينه نفس الايفكت اللي هو الشادو فهنروح برضو انا مختار السلايسر هنروح على فورماتي الفيجول وهنختار منه جنرال المرادي وهنختار افكتس وهنقول له برضو لو سمحت انا عايز شادو والوقتي ممكن احركوا على الشمال واحطوا فوق الفيجول الاولاني اللي احنا عملنا مع بعض اللي بتكلم على سيلز باي كاتيجوري والسيلز باي برودكت وخيال الوقتي نوقف على البرودكت ونجرب نقلب الدنيا ماشي هايل كلما بغير السنة الفيجول بتاعي بيتحرك بشكل هايل محتاج كمان في الريبورت بتاعي ان انا قسم النيت سيلز باي سيجمنت اشوف كل سيجمنت بتساهم بقد ايه في النيت سيلز عشان اعمل كده احسن فيجول ممكن استخدمه هو الدونات شارت هروح على المنطقة تحت الفيجول واختار اي حتة فاضية في الكانبس وادوس على الدونات شارت هيعملي عطول بشكل اوتوماتيك بلايس هولدر ممكن اجيبه هنا جنبنا وتعالى نشوف عايزين نحطه جوه ايه نفس الكلام عايزين النيت سيلز هاختار النيت سيلز وحطها جوه الفيجول خد بالك حطها لي كلها بقى عندي سلايس واحدة مية في المية باربعة مليون ومية وطبعا بشكل اوتوماتيك شغالة مع السلايسر ده اختيار 2017 لو اختار 2018 الرقم حيتغير 19 الرقم حيتغير وهكذا محتاجة اسمها زي ما قولنا بدلالة السيجمنت فحروها اختار السيجمنت وحرميها برضو جوه الدونات فعملي على طول زي ما انت شايف كده عملي لاجند قال لي كونسيومر وبزنس خد بالك الداني حاجتين الداني الاماونت ابسلوت اتنين مليون تلتمية وكمان النسبة المئوية تسعة واربين وثمانية من عشرة وصاد خمسين واثنين من عشرة لسلايس التانية او الكنسيومر نفس الكلام محتاجين نعمل حب التوضيب سريع محتاجة اشيل التايتل فعند اختار الفيجول هاروح على حتة بتاعت فرماتي الفيجول وهاروح على جانرال وحقول لو سمحت تشيل التايتل كمان اللاجند مصغارة قوي شكل الدونات فممكن اشيل اللاجند فهاروح على فيجول وهاروح اسمها لاجند طب كده انا مش عارف مين فيهم ايه مفيش مشكلة من ديتيلد لابلز دي ممكن اختار السهم اللي جنبها وهيقول لي اللابل كونتنس اللابل جوائي فكده كتاب لي بيزنس وكونسيومر فكده بقيت على طول عارف المحتويات اعتقد مفيش حاجات كتيرة تتعامل اكتر باني بس ازود الشادو فهاروح على جانرال وهاروح على افكتس وهاختار الشادو كده الفيجول ده جاهز هنعمل الالايمنت مع السلايسر من فوق وننزل بيه تحت شوية واعتقد كده مكانه مناسب جدا لكن انا محتاج واحد كمان محتاج واحد زيه بالزبط فمفيش مشكلة هاختاره وعمل ريت كليك واقول له copy وبعد كده اختار اي حتة في الكانيفس وكنترول في فهيعمل منه كوبي زيه بالزبط هاختاره واحطه جنبه مش محتاج اعمل اي تغيير غير اني بس اغير الفيلدز اللجوه ادي الفيلدز بتاعتي اللجند كانت سيجمنت هاشير السيجمنت وبعد كده هاختار مكانها الريجن هعط مكانها الريجن فكده دونالت شارت بقى باصس على الريجن والميزة ان انا خدت كل الريجن اللجوه اعملوا الشادو والليبلز والتايتل وكل حاجه اعتقد بس ممكن نغير السليس بتاعهم شوية علشان يملى السكرين لحد الاخر واعتقد شكلهم مناسب جدا وتعالى برضو نجرب السليسر هتلاقي السليسر بيشتغل معهم باي ديفولت اي حاجه هتحطها هتلاقي السليسر يشغل معها مش كده بس كمان هتلاقي بشكل اوتوماتيك كل التشارت دي مع بعض بتتفاعل مع بعض بمعنى ايه لو روحت هنا اخترت البايكس هتلاقي عندك هنا حصل هايلايت زي ما انت شايف كده حصل شوية هايلايت لو اخترت كلوزنج هايلايت بتاعها اختلف طب اعمل انسيلكت وتعالى نختار من هنا مثلا كونسيومر هتلاقي هنا بقى فيه هايلايت على الجزء بتاع الكونسيومر وفيه جزء بقى فاتح ونفس الكلام حصل في الدوم بتاع الريجن لكن مش ده اللي انا عايزه بالزبط ده نوع الانتر اكشن اللي موجود دلوقتي كلهم بيتفاعلوا مع بعض بالطريقة دي طريقة الهايلايت لكن انا مش عايز كده بالزبط انا عايز لما اختار يعمل فلتريشن بمعنى ايه ان انا لو اخترت هنا كونسيومر عايز كل التشارت ده يبقى باصص بس على كونسيومر ويبقى كمان دون التشارت ده باصص بس على كل التقسيمات ولكن للكونسيومر لوحده فهل ممكن اعرف اعمل التحكم ده اه ممكن وده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي حاله عشان اتحكم في الانتر اكشن ما بين كل الفيجولز لازم اروح على حاجة اسمها فورمات اختار فورمات ومن على الشمال حاجة اسمها اول ما هدوس عليها هتلاقي ظهر ايكونز كده مختلفة شوية فوق كل التشارت فتعالى مثلا نختار اول واحد نختار التشارت اللي على الشمال خالص اللي هو بتاع الكاتيجوري وتعالى وانا مختاره هتحكم هو هيعمل ايه بالزبط في بقية الفيجولز فعنوقتي مختار ده اخد بالك انا مختار الحتة بتاع الكاتيجوري او البرد شارت اللي في الكاتيجوري وعندي هنا ثلاث اختيارات موجودين فوق اول اختيار داير عليها شارطة ولو قفت عليها هيقول لي نون يعني لو اختارت دي مش هيفاء تفاعل بينهم الاختيار التاني ده دفولت اللي هو هايلايت الاختيار التالي اللي هو فلتر انا خلينا على الفلتر متعالى نختار المرة دي حصل الى الوقت ان اعمل فلتر ثلاثة مليون بتوع البايكس ولو جماعت الاثنين دول مع بعض ثلاثة مليون ادى البايكس لكن هنا لسه عامل هايلايت وده دفولت يبقى نفس الكلام هاختار له من هنا فلتر لو قلت له فلتر بقى عندي الدونات دي كلها بص على بايكس لو غيرت كلوزنج هتلاقي الارقام تغيرت والنسبة تغيرت وكل الوقت يبقى عامل فلتر طب انا كده خلصت اول شارط محتاج اختار تراكس فهختار الدونات دي لما اختارها هتلاقي الايكون ظهرت علىبقية الفلتر يعلمii لذا كان هل يمكن ان اذهب الى الراعية ونقولوا لو سمحت انا ا voulez بالتر وهذه الى البارتشارت وهو الراعية ان اختار الراعية وهذه الى الناس صلح اذهب الى الى الافتر وون ان اخطأ تلتichte سيفرت السياس pt لو اخترت هنا هتفلطة الالتشارت بالكامل لو محتاج اختار كلوزنج مع كونسيومر هدوس على كنترول واختار كونسيومر يبقى كل حاجة كده بص على كونسيومر وكلوزنج مع بعض انا كده وصلت الشكل مش بطال فاضلي بس احط حاجة هنا وانا عايز احط هنا الترند اشوف المبيعات ترند لاين بالايام طب تعال نفكر احنا مش عارفين ازاي نعمل القصة دي احنا لسه جوداد على الـ Power BI ومش عارفين ازاي ممكن نعمل القصة دي وانا سمعت ان الـ Power BI في حاجة اسمها Artificial Intelligence او AI والAI ده ممكن يساعدك طب نعمل القصة دي ازاي لو روحت على الـ Visuals هتلاقي هنا حاجة اسمها Q&A طبعا Q&A اختصار Question and Answer فمعنا كده ممكن اسأل سؤال على الديتا وهستخدم فيها اللانجوج الطبيعية يبقى اختار اي حتة فاضية في الـ Canvas وادوس على Q&A عمل لي بوكس فاضي هو بيقول لي Preparing وزي ما انت شايف اداني بوكس فاضي ممكن اسأل فيه السؤال بتاعي وكمان اداني اختراحات Count Segment او Total Quantity هنا ممكن اقول له شو هتلاقي حاجة كتير قوي ممكن لو حاجة مناسبة اقدوس عليها على طول فهيعمل لي Visual بناء على الاخترار ان اختارته او لو مش هجيبني حاجة من هنا ممكن اكتب انا اسأله سؤال انا هسأله سؤال وقول له سمحت انا عايز وحقول له عايزها Trend Over Time وبعد كده ادوس Enter هتلاقي فعلا عمل لك Trend زي ما انت شايف ادي Trend وقادي موجود فيه سنة 2017 الشهور والايام ولو غيرت الاختيار بتاعي شغال معاك بشكل اكتف وهيل تعالى بقا نغير size بتاعه وننزل بيه تحت شوية وناخده لحد الاخر عشان نملى الفراغ اللي فاضي وقادي الترند بتاعك شغال بشكل ممتاز لكن خد بالك لسه مفتوح الكيوان ايه ممكن اغير السؤال بتاعي او اختار حاجة تانية هيشتغل معاك ولو عملت Publish على كده هيفضل موجود بالشكل ده لكن تعالى نقول لا احنا مش عايزين كده احنا عايزين نسبت الفيجول ده فحاجة على اليمين هنا هلقي حاجة اسمها Turn Disk Tua Result into a Standard Visual لو دست عليها هيحولها لفيجول عادي فاضل بس حابة Customization عشان نوصل لنفس الشكل بها ودي انا هعملها Fast Forward عشان ما ضرعش وقتك كده تقريبا وصلنا لنفس الشكل اللي احنا عايزينه وزي ما انت شايف الفيجول انتر اكتف شغال معاك اختار اي حاجة كله هيشتغل معاك بشكل هايل وعندك هنا اختيارات السنين بتاعتك شغالة معاك بشكل ممتاز فاضل حاجة واحدة بس ان احط title فوق وعايزه كمان يكون ديناميكي عشان لما اختار السنة يتغير كمان اسم السنة اللي موجود فوق عشان احط title فوق ممكن استعمل تكست بوكس زي اللي موجود في الExcel او موجود في الPowerPoint فما فيش مشكلة هروح على Insert من فوق من Menus هروح على Insert وعلى يمين هتلاقي هاو تكست بوكس اللي انا عايزه فحطه فوق في الطوب كورنر وهزبط كمان السايز بتاعه دلوقتي ممكن اكتب اللي انا عايزه فممكن اكتب حاجة زي triple A bikes واقوله ده والله عن السنة الفلانية زي ما انت شايف كتبت triple A bikes sales report for year 2019 طبعا لو غيرت 2018 مش رتغير معايا وحنشوف ازي ممكن نعمل كده مع بعض خلين اول اختار التكست وتعالى نحطه centered وتعالى نزود الفونت نعمله حاجة مثلا زي 36 30 فكده اعتقد مكانه مزبوط اغاير الفونت واخلي رماضي فاتح عشان يبقى ماشي مع ال background او رماضي يغامق شوية فيبقى ماشي مع ال background وعايزين نشوف ازاي ممكن نحط سنة 2019 دي نخليها شكل ديناميكي لما نختار من سليسر يغير معانا بشكل ممتاز هاختار التكست ده وهمسحه وتعالى نقف هنا وهتلاقي الحتة البوكس اللي موجود قدامنا ده في حاجة اسمها plus value فتعالى ندوس على plus value وهنا للمرة التانية هنستخدم ال ai وممكن نسأله سؤال ونقوله لو سمحت عايزين الماكس ممير فتعالى اقوله هنا حط لي الماكس اير هتلاقي كتاب لك هنا ايه 2018 يبدو ان هو فهم بالزبط اللي انا عايزه فلو قلت له save هتلاقي بقى مكتوب هنا بالصغير 2018 طيب تعالى نكبر دي وتعالى نجرب كده لو غيرنا في السليسر قلنا له 2019 اشتغلت معاك 2017 يبقى هو جاب الماكس ممير ولكن عشان هي شغالة مع السليسر فشغالة معاك بشكل ممتاز تعالى نزبط تاني الفرماتين بتاعها وكده الداشبورد بتاعي خلص وزي ما انت شايف لو عايز تفرج عليه كله على بعضه ممكن اصغر كل الحاجات وقادي قدامك الداشبورد بتاعك نفس بالزبط في الاول ده الفايل في الديتا الجديدة 2020 وزي ما انت شايف اهو نفس التأسير بالزبط وكل حاجة زي ما هي عايز ااخد من ده copy وحطه جوه الفايل التاني في الثلاث سنين right click move or copy وحقلو create copy لو سمحت حطه لنا في 3 years data وحطه move to end وحادوس على اوكي ظاهر عندك في الاخر هسايف الفايل ده وحقفله من الpower bi عايز ارفرش هفتح ال pane بتاع الديتا وقالو لو سمحت اعملي حيبدأ يعمل لودنج مرة تانية كده خلص تعالى بقى نفتح كده السليسر ادي 2020 الديتا موجودة وكمان التايتل اتغير وكل التشارت اتغيرت وزي ما انت شايف الدنيا شغالة بشكل ممتاز جدا فيديو طويل نسبيا اعتقد ان هي مقدمة كويسة جدا على الpower bi اي اخيتنا من الاول خالص لغاية مقدمة نطلع حاجة فعلا شغالة وحاجة لها معنى من الديتا اللي كانت موجودة عندنا لكن لو عايز معلومات اكتر عن الpower bi اي انا عندي اربع فيديوهات في سلسلة power pivot هما مع بعض جوا بلاي لست واحدة ممكن احط لك اللينك بتاعها دلوقتي في صندوق الوصف وممكن ترجع ليها عشان تاخد معلومات اكتر عن الpower bi اي اي شكرا جدا لوقتك وشكرا الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا